نشرة الأخبار من الميادين أهلا بكم وإلى العنوين هذا هو كابوسهم وهذا هو الذي يسبب لهم هذه الهستيريا وهذا التوتر وهذا الخوف أنه ماذا لو تمددت المقاومة لباقي الضفة الغربية العروري للميادين المقاومة في الضفة الغربية أحبطت توسع الاستيطان الرئيس البيلاروسي يؤكد أن بريغوجين لم يطلب ضمانات لنفسه وأن فاغنر باقية في بيلاروسيا ولكريملن يقول أن تلميحات الغرب حول مقتل بريغوجين كذب قوات حفتر تعلن بدء عملية عسكرية ضد الهجرة والتهريب والمعارضة الشادية في جنوبي البلاد وزيراء خارجية بوركينا فاسو ومالي يحذران من النيجر التدخل العسكري سيكون بمثابة إعلان حرب على بلدينا أهلا بكم قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري أن المقاومة في الضفة الغربية أحبطت توسع الاستيطان في الضفة الغربية وأشار في حوار خاص على شاشة الميادين إلا أن هناك معادلة جديدة تتغير لمصلحة المقاومة وحلفائها ضد الاحتلال ما يجري في الضفة الغربية؟ يعني كل إجراءاتهم، كل قوتهم، كل إرهابهم، كل تطرفهم وحشدهم لأكثر من نصف الجيش البري الصهيوني في الضفة الغربية لمواجهة مقاومة الشعب الفلسطيني في جزء من الضفة الغربية يعني هذا الحشد لأكثر من حوالي 30 كتيبة عسكرية من قواتهم البرية في شمال الضفة الغربية من أجل القضاء على المقاومة وهي تزداد كوة وصلابة وتزداد تأثيرا وتتمدد المقاومة إلى باقة الضفة الغربية وهذا هو كابوسهم وهذا هو الذي يسبب لهم هذه الهستيريا وهذا التوتر وهذا الخوف إنه ماذا لو تمددت المقاومة لباقة الضفة الغربية؟ العروري أكد أن المقاومة الفلسطينية تتجهز لحرب شاملة ستكون نتيجتها هزيمة إسرائيل وأشار لأن قوى المقاومة قادرة في الحرب الشاملة على أغلاق أجواء وبحر كيان الاحتلام فإذا كان كل مكونات المعادلة يتحدثون عن المعركة الشاملة وأنا لا يعنيني أن يتحدث عن المعركة الشاملة أناس ليس لهم علاقة في الأمر هذا لا يزيد ولا ينقص لكن إذا كان الكيان يتحدث عنها ونحن نتحدث عنها وإخواننا في حزب الله يتحدثون عنها وآخرون ممن لهم دور في هذا الموضوع يتجهزون لها فالحرب الشاملة أصبحت أمرا لا مفر منها وجميعنا نرى إنها ضرورة إحنا نريدها إحنا كمقاومة كمحور مقاومة كشعوب كشعب فلسطيني كأمة نريد هذه المعركة الشاملة سياسيا كشف العروري عن رفض حماس عرضا تضمن تأليف حكومة وحدة وطنية من دون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأبدأ تخوفه من عبث إسرائيل وأمريكا بالوضع الفلسطيني بعد الرئيس أبو مازن عرض علينا بشكل رسمي أن نشكل حكومة وحدة وطنية إحنا قلنا لهم هذه حكومة الوحدة الوطنية خطوة مبنية على خطوات هذه حكومة لازم يكون لها مجلس تشريعي ولازم يكون فيه انتخابات رئاسية وبغير هيك ما يزبط يعني مجرد نأخذ حكومة ونشكلها مع بعض لا يصلح هذا إحنا بدنا حكومة مبنية على سلسلة إجراءات تعيد توحيد الوضع الفلسطيني أما حكومة فقط اسمها حكومة وحدة وطنية وليس هناك من جسم منتخب أي جسم منتخب يمثل لكل فلسطيني لا تستطيع أن تدير الأمور لازم يكون رئيس منتخب من كل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة على الأقل ولازم يكون تشريعي منتخب وساعتها لا حماس ولا فتح تستطيع أن تفرض ما تريد خلافا لإرادة الشعب الفلسطيني ونشير مشاهدين الكرام إلى أن المقابلة مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري ستبث عند التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القدس الشريف وميدانياً واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الواسعة في الضفة الغربية إذ نفذت حملة اعتقالات شملت واردة منفذ عملية ديزينغوف معتز الخواجة في بلدة نعلين غرب رامالله وقد تصد الشبان الفلسطينيون الاعتداءات في الاحتلال ولسيما في مخيم العروب وعند مدخل بيت أمر شمال مدينة الخليل إلى ذلك قالت وسائل اعلام اسرائيلية إن حملة الاعتقالات ستتوقف بسبب اكتضاظ السجون هذا وقال نهاد الأسير إن عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون لإضراب عن الطعام منهم ثمانية معتقلين إداريين كذلك يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي عدم الحسم والاستناد إلى قوة إسرائيل الروحية بندان وضعهما رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو في عقيدته الأمنية التي كشفت صحيفة هارس للمرة الأولى مسودتها في ظل حديث محللين عن تعارضها تماما مع عداء نتنياهو السياسي تقرير منال إسماعيل في أول وثيقة يصوغها رئيس حكومة إسرائيلي بعد بن جوريون الذي صاغ العقيدة الأمنية الأولى لإسرائيل عام 1953 كشفت صحيفة هارس عن مسودة ما أسمتها وثيقة العقيدة الأمنية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الوثيقة التي أنجزت قبل خمس سنوات وعرضت على الكابينت وقيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية في آب أغسطس من العام 2018 تحت عنوان العقيدة الأمنية 2030 ونشر بعض مضامينها سابقا لكنها لم تعرض كاملة على الجمهور كانت في البداية مصنفة سرية للغاية ثم صنفت لاحقا غير سرية وتهدف إلى عرض التهديدات المتوقعة لإسرائيل من عام 2020 وعلى مدى عقد والميزانية المستثمرة المطلوبة لبناء القوة والطريقة التي ستتعامل بها إسرائيل مع أعدائها في الروتين والطوارئ مسودة العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل التي وضعها نتنياهو تستند إلى وثيقة بنغوريون وتحدثها في ظل التطورات الإقليمية والتكنولوجية وتتضمن 14 بند وهي تكشف لأول مرة وتتضمن تصحيحات وملاحظات وتنقيحات بخط نتنياهو القوة العسكرية لإسرائيل وأحلافها الدولية أهمية القيم الديمقراطية ومنعة الشعب حماية الجبهة الداخلية وكيفية التعامل مع العدو بنود ذكرها نتنياهو في عقيدته الأمنية التي رأى خبراء أن كل تصرفاته تعكس تناقدا تاما مع ما كتبه فيما البند الأهم وفقا لهم يبدو في بند عدم الحسم استراتيجية الصفر لنتنياهو على حد وصفهم والذي يتحدث عن استعداد للتنازل عن حسم المعركة مع العدو عندما يكون الثمن غير باهظ جدا بالنسبة إليه مع الاستناد أكثر من أي شيء إلى قوة إسرائيل الروحية محللون قالوا أنه طالما أن نتنياهو على رأس هرام صنع القرارات فأن إسرائيل لن تخرج إلى معركة حاسمة وأن عدم قدرته على حسم قرارات حازمة تجلت أيضا في مجالات السياسة الداخلية حيث ارتدع دائما إلى اللحظة ما بعد الأخيرة على صعيد آخر أمر نتنياهو باستئناف العمل في بناء التوربينات في الجولان السوري المحتل وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الخطوة تحمل في طياتها احتمال حدوث أزمة مع الطائفة الدرزية لأنها تأتي من دون موافقتها حيث سيستأنف أو يستأنف العمل في ثمانية توربينات بعيدة من منطقة القرى في إطار محاولة التسوية مع الطائفة قال رئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو بأنه لم تكن من مسؤوليته ضمان سلامة مؤسس شركة فاغنر يفجين بريقوجين وأن الأخير لم يطلب منه ذلك قط وبحسب وكالة بلتا البيلاروسية الرسمية أضح لوكاشينكو أن محادثاته مع بريقوجين تناولت مسألتين إنها القضايا الجنائية التي رفعت بحق رجال فاغنر بعد تمردهم وانزحاب قوات المجموعة إلى أراضي بلاروسيا وأكد لوكاشينكو أنه رغم وفاة بريقوجين ستبقى نواة مجموعة فاغنر في الأراضي البيلاروسية قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن تلميحات الغرب إلى قتل يفجين بريقوجين في حادث تحطم الطائرة محض كذب هناك تكهنات كثيرة حول تحطم الطائرة والوفايات المأساوية في الطائرة بما في ذلك يفجين بريقوجين بالطبع في الغرب تطرح تلك التكهنات من زاوية معينة وكل ذلك محض كذب وبالطبع لا بد عند تغطية هذا الموضوع من الاستناد إلى الحقائق الرئيس الروسي قال أنه ستجرى تحاليل الجنائية اللازمة بما فيها الاختبارات الجنية بمجرد الوصول إلى نوع ما من الاستنتاجات الرسمية وتكون جاهزة للنشر فيجري إصدارها وقع رئيس الروسي فلاديمير بوتن مرسوما ينزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء قسم اليمين مثل ما يفعل جنود الجيش وبموجب نص المرسوم الذي نشره الموقع الألكتروني للحكومة الروسية فقد بات لزاما على هؤلاء العناصر التعهد بالإخلاص والوفاء لروسيا والامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين الأعلى رتباء بوتن كان قد أكد أن التحقيق سيستكمل حتى النهاية في حادث تحطم الطائرة الذي قتل فيه قائد مجموعة فاغنر يفجين بريقوجين وأشار إلى أن فاغنر أسهمت كثيرا في مكافحة النازية بأوكرانيا أغرب عن التعازي الحارة لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر بريقوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان مهوبا ولم يعمل في بلدنا وحسب بل عمل خارج حدود بلدنا وفي أفريقيا حصوصا فاغنر ساهمت على نحو فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا لجنة التحقيق بدأت تحقيقها في حادث تحطم الطائرة وسنكمله حتى النهاية من جهة أخرى كرم الرئيس الروسي طاقم دبابة اليوشا الذي وصف بالأسطوري بعدما أمكنه توقيف وتدمير قافلة من المدرعات والدبابات الأوكرانية خلال أداء مهامه على جبهات القتال بوتين وخلال اللقاء قدم إلى رجال الطاقم أو سمة أبطال روسيا النجمية وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مشاهد توثق مواجهة دبابة روسية بمفردها لسبع مركبات مدرعة أوكرانية من بينها ما هو غربي حيث أجبرت أو أجبرت الدبابة الروسية الرتل الأوكراني على دخول حقل ألغام قبل تدميره فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد أعلنت قوات المشير خليفة حفتر أنها بدأت عملية عسكرية واسعة جنوب البلاد وقامت بإغلاق الحدود الليبية مع تشاد وبدأت بشن عملية ضد الهجرة والتهريب والمعارضة التشادية المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري قال أن المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي قد بدأت وأجرى تعزيز القوات في جنوب البلاد في تطورات ملف النيجر أكد وزير خارجية بوركينفاسو ومالي أوليفا رومبا وعبدالله ديوب عقب زيارتهما النيجر أن تدخل العسكرية في هذا البلد سيعد بمثابة إعلان حرب على بلديهما تصريح الوزيرين جاء عقب الشماعيهما حيث أكدا رفض بلديهما أي تدخل عسكري ضد شعب النيجر وشددا على تضامنهما مع شعب النيجر في مواجهة العقوبات غير القانونية واللا إنسانية التي تفرضها إكواس والاتحاد الإفريقي دخلت الاحتجاجات الشعبية في السويداء يومها السادس رفضا لقرارات الحكومة السورية رفع سعر المشقات النفطية وتنديدا بالظروف المعيشية وسجلت ساحة السير الميدان الرئيس للإحتجاجات في مدينة السويداء مشاركة المئات من ريف المحافظة رافعين هتافات سياسية وشارك العشرات في تجمع احتجاجيا أمام الصرح قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش في بلدة اللقرية جنوب السويداء منتقدين سياسات الحكومة السورية إلى لبنان حيث أعلن المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيساري توقف شبكة وصفها بالخطرة وهي مؤلفة من شخصين كانا يحاولان مغادرة البلاد وفي كلمة له لمناسبة العيد الثامن وسبعين للأمن العام كشف البيساري أن الشخصين أوقفا في مطار بيروت وهما يحاولان مغادرة لبنان وأجريت معهما التحقيقات اللازمة موضحا أنهما كانا يشكلان خطرا على البلاد وقال البيساري أن مكافحة الإرهاب أولوية فضلا عن مكافحة شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل إلى السودان حيث تستمر المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة وأعلن الجيش السوداني قصف مواقع تابعة لمن وصفهم بالمتمردين في العاصمة الخرطوم وفي أمدرمان حيث كان الجيش قد نشر مشاهده لتمشيط المنطقة وبالتزامن واصل رئيس مجلس السياد عبد الفتاح البرهان جولاته الداخلية وزار مدينة بورت سودان في ولاية البحر الأحمر والتقى البرهان قوات الجيش في المنطقة ومجموعة من الوزراء وكان قد زار أمس ولاية نهر النيل متفقدا الجاهزية العسكرية مصادر سودانية نفادت بأن البرهان سيغادر في جولة خارجية إلى مصر والسعودية لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان في المقابل وجه عناصر قوات الدعم السريع رسالة إلى قادة الجيش متوعدين بترضي القوات المسلحة من العاصمة الخرطوم وبمصادرة أسلحتها رسالتنا للأشاوز في الميدان البروجلاء والفلول إنه بورهان طلع وبرهان اتخارج أحلى جثة للدولة دي الدولة دي تاني ما بتقوم لأي طول فيها قائمة الدولة دي محررة في إذن الله وبين سبات الأشاوز دي الدولة محررة وسابتا إن شاء الله حننظفها من واد سيدنا لآخر بورة للفلول والكيزان المهندسين بنسلمك نظيف يا سيدة الغايش زي ما سلمناك المدرعات وليس بنلاحقهم في الزخيرة في غضون ذلك حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان كله في ظل المعارك العنيفة الجارية منظمة سيف ذات شالدرين الخيرية الدولية كانت قد أعلنت أن نحو خمسمائة طفل ما تجوعا في السودان منذ اندلاع النزاع وأشارت إلى أنه منذ نيسان إبريل الماضي اضطرت المنظمة إلى إغلاق سبعة وخمسين منفذا للطعام ما أدى إلى توقف واحد وثلاثين ألف طفل يعانون سوء التغذية والأمراض ذات الصلة عن طلق الطعام هناك لدينا نداء إنساني البلد يحتاج إلى الموارد حتى نتمكن من جراء ما تحتاج إليه الناس ولكن لم يمول هذا النداء إلا بنسبة 26% فقط وهذا أمر غير مقبول البتة لدينا أزمة تفجرت في السودان وكانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ هذا البلد الذي حلت به الكارثة وكلما طال أمدها أصبحت الفاتورة أكبر في النهاية لذا كلما أمكن وقف القتال أسرع وكلما تلقينا المساعدات أسرع كانت التكلفة أقل إنه نداء أيضا للمانحين الدوليين كلما أسرعوا في التلبية وفروا على أنفسهم مساعدات أضخمة في المستقبل إلى إيران التي بدأت اليوم تدريبات لاختبار قدراتها على خوض حرب الكترونية في مواجهة طائرات مسيرة ومقاتلة وطائرات مروحية تحاكي طائرات العدو التلفزيون الرسمي الإيراني أشار إلى أن وحدات من القوات البحرية والبرية والجوية شاركت في التدريبات في المنطقة الوسطى الصحراوية ونقل التلفزيون عن نائب رئيس إدارة التنصيق في الجيش الإيراني حبيب الله سياري نقلت قوله أن الجيش الإيراني يمتلك البنية التحتية المناسبة وقد حققت تدريباته نتائج إيجابية في مواجهة التهديدات المعاصرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعلن أن حكومة بلاده ستركز على عدة قضايا أبرزها قضية رفع العقوبات عن الشعب الإيراني وملف العلاقة مع الدول الجارة والإسلامية وملف انضمام إيران إلى المنظمات الإقليمية والدورية منذ تولي حكومتنا أكدنا أننا لن نركز على ملف واحد ففي السياسة الخارجية لدينا ملفات عديدة مثل قضية رفع العقوبات عن الشعب الإيراني وملف العلاقة بالدول الجارة والإسلامية وملف انضمام إيران إلى المنظمات الإقليمية والدولية كابريكس وشينكهاي فهذا الأمر يساعد على زيادة قوة إيران الاقتصادية ويقوّل بنية التحتية في المنطقة والعالم الرئيس الإيراني أكد أن انضمام بلاده لمنظمة بريكس جاء بموافقة جميع أعضاء المجموعة مشيرا إلى أن علاقة بلاده بهذا التحالف هي في اتجاه تنمية الاقتصاد الإيراني التحالفات الدولية كمنظمتي بريكس وشينكهاي تحالفات ناشئة تعارض الأحاديات الدولية وتهدف إلى استقلال وتطور الشعوب إن انضمامنا إلى بريكس كان بموافقة جميع أعضاء المجموعة وعلاقتنا بهذا التحالف هي في اتجاه تنمية الاقتصاد الإيراني المقاوم فالأعداء والنظام السلطوي يسعيان لعدم السماح بتمية اقتصاد بلداننا رئيس بوليفيا وفنزويلا شدد بدورهما على أهمية انضمام بلديهما إلى مجموعة البريكس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكد أن بلاده تقدمت بملفها إلى طلبات الدول التي تتطلع للانضمام إلى البريكس مضيفا أنها جلبت أكبر احتياطين نفطي معتمد في العالم أما رئيس البوليفي لويس آرسي فقد أشار لأن دمج بوليفيا في مجموعة البريكس سيكون مفيدا للطرفين نحن مقتنعون بأن هذا النظام العالمي الجديد أصبح وقاعة بالفعل مجموعة البريكس تلعب دورا أساسيا في الديناميكيات الجيوسياسية التي ولدت الثقة بين شعوب وحكومات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا بنموذجها التنموي إن فنزولا تنضم إلى طلبات الدول ذات التطلعات للانضمام إلى مجموعة البريكس عبرنا عن ذلك رسميا في رسالة عام 2015 وصدقنا عليها مؤخرا مساهمين في نموذج التكامل العالمي هذا بأكبر احتياطيات نفطية معتمدة في العالم هنا في القارة الأفريقية يشعر البوليفيون بأنهم في وطنهم بين أخوتهم إننا نتشاطر مع البلدان الأفريقية نفس تاريخ النضالات الشعبية ضد الاستعمار نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن دمج بوليفيا في مجموعة بريكس سيكون مفيدا للطرفين بسبب التوافق في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقة والموارد الطبيعية والزراعة والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الحيوية نظرا لموقع بوليفيا الجغرافي المتميز وفيما رحبت الأرجنتين بالدعوة الرسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس برزت أصوات المعارضة فيها لهذا الانضمام ونأسيما من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ومن بينهم خفير ميلي وقال هؤلاء المرشحون أنهم متمسكون بالتحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل نحن دعاة سلام وتجارة حرة ونحن دعاة ديمقراطية وقبل كل شيء نحن دعاة حرية وهذا يعني ضبنا توافقا واضحا من الناحية الجيوسياسية أن تحالفنا الجيوسياسية هو مع الولايات المتحدة وإسرائيل هذه هي سياستنا الدولية ولن ننحز إلى الشيوعيين في الصين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وانبين أن بلاده ستواصل تعاونها مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة النووية تتمتع الصين والمملكة العربية السعودية بشراكة استراتيجية شاملة وقد قام الجانبان بالتعاون في مختلف المجالات الأمر الذي حقق منافع لشعبي البلدين وستواصل بكين تعاونها مع الرياض بما في ذلك في مجال الطاقة النووية مع تقيد بالالتزامات الدولية المتعلقة بحظر الانتشار النووي توفي نشر ومؤسس صحيفة السفير الإعلامي طلال سلمان عن عمر ناهزة الخامسة وثمانين عاما وللراحل مسيرة طويلة في العمل الصحفي حيث عمل في العديد من الصحفي والمجلات اللبنانية والعربية توجه بتأسيس صحيفة السفير عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين وهو عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية منذ العام الف وتسعمائة وستة وسبعين واشتهر بافتتاحياته اليومية بعنوان على الطريق التي تميزت بالوضوح السياسي وصلابة الموقف وله العديد من المؤلفات وحافظ طيلة مسيرته المهنية على موقفه المؤيد للقضية الفلسطينية ولحركات التحرر في العالم والقضايا المحقاة وفي الختام هذا تذكير بالعنوين هذا هو كابوسهم وهذا هو الذي يسبب لهم هذه الهستيريا وهذا التوتر وهذا الخوف إنه ماذا لو تمددت المقاومة لباقي الضفة الغربية العروري للميادين المقاومة في الضفة الغربية أحبطت توسع الاستيطان موسيقى الرئيس البيلاروسي يؤكد أن بريغوجين لم يطلب ضمانات لنفسه وأن فاغنر باقية في بيلاروسيا والإكريم لن يقول أن تلميحات الغرب حول مقتل بريغوجين كذب موسيقى قوات حفتر تعلن بدء عملية عسكرية ضد الهجرة والتهريب والمعارضة الشادية في جنوب البلاد موسيقى وزيراء خارجية بوركينا فاسو ومالي وحذران من النيجر التدخل العسكري سيكون بمثابة إعلان حرب على بلدين موسيقى مزيد من الأخبار على صفحة الميادين الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية موسيقى دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء موسيقى